بحسب مسؤول في النادي الاهلي في اتجاه قوي جدا داخل النادي الاهلي ده اللي كنت بولولك ان هم يعرضوا احمد الكندوسي للبيع للبيع بحسب مسؤول النادي الاهلي قال لنا نبعيد عن التحقات مع اللاعب وما حدث في جلسة الاستماع ولكن في شبه استقراء على عرض اللاعب للبيع وفك الارتباط معه بعد ازمته الاخيرة اللي اسائت للنادي وبعض مسؤوليه ده اعتقد القرار الارب بصراحة وفي حاجات كده بصراحة ان الموضوع مستفزني جدا جدا يعني حرامة جماعة استسهال الهجوم على فكرة في حد دقاء بيفرج عليها دلوقتي يقول لي يا عم سكوبان انت مش فهم حاجة يا عم سكوبان انت مش عارفها انت مش عارف اللي بيحصل جوه لا 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 انا في حاجات انت لو عارفتها بكتش هتقولك كلمتين دول عرفني بس عرفني بالدليل ما تعرفنيش تقول لي ايه انت عارف امير والاهلي وفاكر عدلك ايه ومش عارف مين وكانوا بياخدوا ايه يعملوا ايه اديني دليل وانا في ظهرك مش بس مسؤولي النادي الاهلي اي حد في الدنيا يا جماعة موضوع بسيط هتلعب في الزمة المالية ادي دليل هتقول بقى اصده بيشتغل حلو بيشتغل وحش لا ده جميل لا ده مش جميل براحتك اه عن سمي انتقاض براحتك سوى بقى كنت صحة اولا بس ده براحتك لكن دي مفهاش براحتك مش باستسهال كده طيب